شدينا معادي مجاز لهم الأخبار معادينا شكرا لك شدينا التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيسة التركية رجب طيب أردوغانا وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الاتصال تناول التشاور بشأن جود احتواء التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلية والتوافق على أهمية حث كافة الأطراف على الوقف الفوري واللمواجهات والعنف وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي وأردوغان توافق على أهمية تجنيب تعريض المدنيين المخاطر وزاق الأرواح أخذا في الاعتبار ضرورة حماية المدنيين وتأمين الأوضاع الإنسانية الملائمة لمعيشتهم وحياتهم كما أكد الرئيسان السيسي وأردوغان ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي وتطبيق حل الدولتين استنادا إلى المرجعيات المعتمدة ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان على أهمية ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة وتغليب بصوت العقل ومصار التهديئ بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منعا لتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية وخرجها عن السيطرة جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس السيسي من ولي العهد السعودي حيث تم التوافق على مواصلة التشاور والتنصيق بين مصر والسعودية خلال الفترة المقبلة لتأكد الرؤية العربية بشأن القضية الفلسطينية والتي تتمحور حول تحقيق التسوية الشاملة والعادلة على أساس حل الدولتين وفق مرجعيات الشرعية الدولية وهو الأمر الذي يتطلب التهديئ الفوري ووقف المواجهة العسكرية في جميع الاتجاهات أجرى وزير الخارجية سامح شكر اتصال هاتفيا مع المفاوض العام لوكالة الأونروا لبحث تنصيق الجهود الرامية لضمان انتظام الخدمات والمساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة وأكد المتحدث باسم الخارجية أن مصر تطلع بدورها الإنساني في كافة الأحوال وكل الظروف كما بحث الوزير الخارجية مع المنصق الخاص لعمية السلام للشرق الأوسط خطورة التصعيد الحالي في غزة وبين الفلسطينيين والإسرائيليين في مناطق متفرقة وأكد شكري على ضرورة التوقف عن تعريض المدنيين للمخاطر وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والعمل المنصق والجماعي لضمان وقف العنف والتصعيد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا قصف العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 704 شهداء بينهم 140 طفلا و105 نساء وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أن التواقم الطبية في المستشفيات استقبلت أيضا 3726 مصابا منذ بداية العدوان الإسرائيلية كما أكدت الوزارة أن إسرائيل تتعمد قصف المستشفيات والإسعاف مناشدة المجتمع الدولي التحرك لوقف العدوان الإسرائيلية أعلن المكتب الإعلامي للحكومة الإسرائيلية أن أكثر من 800 إسرائيل قطره فضلا عن 2600 إصابة بينهم حالات خطرة وقال مكتب الإعلامي أن عدد الرهاء بقطاع غزة بلغ 150 إسرائيليا أكد رئيس مجلس الوزارة مصطفى مدبولي أن التزام الرئيس عبدالفتاح السيسي واهتمامه بالقضاء على التهاب الكبد الوبائسي كان أحد العوامل وراء نجاح جهود القضاء على الفيروس وقال رئيس الوزراء خلال كلمة له في احتفالية تتويج مصر كأول بلد يبلغ المستوى الذهبي في مصار مكافحة فيروسي قال إن خبرات العقول المصرية التي ساهمت في التغلب على هذا الوباء الفتاك تقف على أهوبة الاستعداد لمساعدة دول العالم في استنساخ تلك التجربة غير المسبوقة مؤكدا التزام الحكومة بالكامل بالحفاظ على هذا الإنجاز وضمان استدامته بكافة السبل والبناء عليه لضمان تحسين المؤشرات الصحية للمصريين تواصل الهيئة الوطنية لانتخابات تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية ابتداء من التاسعة صباحا وحتى الخامسة من بعد ظهر اليوم وحتى يوم الرابع عشر من أكتوبر الجاري وكان رئيس حزب الوفد عبدالساند يماما قد تقدم أمس بأرقي ترشح للانتخابات الرئاسية أعلن المجلس العسكري في النيجر أن عمليات انسحاب الجنود الفرنسيين من النيجر ستبدأ اليوم تحت حراسة الجيش النيجري وقال المجلس العسكري في بيان له أن عمليات مغادرة القافلة الأولى لقوات الفرنسية ستتم تحت حراسة قوات الدفاعية والأمنية للنيجر وأضاف البيان أنه على إثر اجتماعات وتواصل مع الجانب الفرنسية تم تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الفرنسية باتفاق مشترك ختام مجزء التاسعة فاصل ونعود لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر